موسيقى أهلا بكم من جديد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول توت جولواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق أول توت جولواك قد سلم رئيس السيسي رسالة من رئيس سلفاكار بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول توت جولواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الفريق أول توت جولواك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سلفاكار حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية بعدد من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة استهلمت بولي جولته بتفقد مبنى مدرية أمن العاصمة وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة وذلك نظرا لدوره الكبير في توفير وضمان أعلى درجات التأمين للأفراد والمنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنصيق وتذليل مختلف التحديات لسرعة تشغيل هذا المبنى الحيوي كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من مكاتب موظفها الوزارة على إجراء حوار معهم للاطمئنان على توافر التجهيزات التي تضمن أداء الأعمال على نحو المطلوب لافتا إلى إمكانية مواجهة عدد من التحديات خلال الفترة الحالية التي تشهد مراحل الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث توجه إلى المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة ثم تفقد مدبولي عددا من مكاتب العاملين بالوزارة وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات وعددا من المنحقات الأخرى بالمقر منها المركز الطبي والعيادات المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها وخلال الجولة أجرى مدبولي حوارا مع عدد من العاملين مؤكدا أنه يتم الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة وذلك في ضوء التوجهات الرئاسية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التضامن وتناول اللقاء استعراض موقف برنامج تكافل وكرام الحالي وأكد تطور أعداد مستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة انهاء الاتفاقات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المخطة طرحها لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لترحي حصص بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية وتطرق أيضا الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة كما شهد الاجتماع استعراض موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة هندوجا الهندية في مجال تصنيع المركبات الكهربائية اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل تناول الاجتماع تحسن مؤشرات مصر وفقا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوع والآن مشاهدين نعود بكم مجددا إلى مجلس الوزراء وحيث توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والآن ندعو سيادة الوزيرة الرانية المشاط والسيدة إلينا فانوفا للمشاركة في مراسم التوقيع شكرا لدولة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تواجدكم معنا اليوم لحضور حفل التوقيع أود أن أشكركم جميعا هنا معنا اليوم نيابة عن الحكومة المصرية وأسرة الأمم المتحدة في مصر على مشاركتكم في هذا الحدث تعبيرا عن تفنيكم الحقيقي كشركاء محوريين والذي لا يمكن أن يكون ممكنا ولن يكون ممكنا بدونكم تابعنا مع حضراتكم توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التعاون في مجال التنمية المستدامة في الفترة من 2023 وحتى 2027 والذي شهده السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وقام به كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بنوفا التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بوزير دفاع جمهورية العراق ثابت محمد سعيد العباسي والوفد المرافق له هذا وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد ثابت محمد سعيد العباسي وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكستها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الرهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة في محيطها الإقليمي والدولي متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة يبدأ الأسبوع القادم انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني حيث توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد عقد أمس جلسته الرابعة والعشرين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم خطوات جادة وملموسة لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة كافة القضايا حيث عقد المجلس جلسته الرابعة والعشرين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المجلس ناقش في الاجتماع هيكل نعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم حيث توافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم من الأيام حيث يخصص يوم الأحد الموافق الرابع عشر من مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتين القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع المدنية أما يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مايو فيخصص لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكافة أشكال والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة أما يوم الخميس الموافق الثامن عشر من مايو فيخصص لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعية حيث تخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية التقى وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة جوبا مع الرئيس سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان في إطار الجولة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان شهد اللقاء قيام شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور الهام لدول جوار السودان في المساعدة في حل حالة الأزمة الراهنة كما استعرض شكري الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر منذ بداية الأزمة مشيرا إلى استقبال مصر أكثر من ستين ألفا من أبناء الشعب السوداني الشقيق منذ بداية النزاع من جانبه ثمن رئيس جنوب السودان الدور الهام والقيادي الذي تطلع به مصر لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة وسلامة السودان وشعبه الشقيق قال وزير الخارجية سامح شكري أن رسالة رئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الجنوب السوداني سالفاكار تركزت حول الوضع في السودان وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجنوب السوداني أضاف شكري أن الرسالة أكدت استمرار التنسيق بين الرئيسين والتشاور حول سبل العمل المشترك بخصوص الأزمة مؤكدا العمل على تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة والعمل على رعاية مصالح الشعب السوداني قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بولدلون أن عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي ليبلغ أكثر من سبعمائة ألف كانت المنظمة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو ثلاثمائة وأربعين ألفا في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوة الدعم السريع يعتبر ميناء بورتو سودان الشريان الحيوي للسودان حيث يتم استيراد معظم البضائع عبر هذا الميناء الهم ومع اندلاع الأزمة استمرت حركة البضائع في التدفق دون توقف إلا أن حركة نقل البضائع البرية من الميناء إلى باقي المدن السودانية وخاصة الخرطوم توقفت لدينا قبل الهواجز ده ولهنا لسه ما خشينا شحنه ولقينا هيت بلد أمي ما مستطي وواقفين هالسنين هالحين نحن عايشينه كمرحلين ووضيع يعني ما يخفى على الناس كل الناس أوضاعها يعني في ظروف هذه الحرب كلها متعطلة لكن نحن في قطاع النغل نعاني معانا شديدة لأنه عند السواقين أصبحوا قاعدين شفة عواطية دارين مصارب عندهم أسر دارين يوميات أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممثلا في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من بينهم مدنيون من النساء والأطفال كما أدانت مصر اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية بالإضافة لاستمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وأكد البيان رفض مصر الكاملة لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة استقبل رئيس الفلسطيني محمود عباس المبعوثة الروسية الخاص لعملية السلام في شرق الأوسط فلاديمير زافرنجوف شهد هذا اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع والتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية كافة طلب عباس المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تواجه حربا حقيقية وإن الغرب يريد تدمير روسيا وتفكيكها قال بوتين في كلمة له بمناسبة يوم النصر إن العالم يشهد نقطة تحول مشددا على أن موسكو تريد أن ترى مستقبلا يسوده السلام اليوم الحضارة مرة أخرى عند نقطة تحول حاسمة إن حربا حقيقية تشن مرة أخرى ضد وطننا لكننا قاومنا الإرهاب الدولي وبالنسبة لروسيا لا توجد دول غير ودية ومعادية سواء في الغرب أو في الشرق نريد أن نرى المستقبل سلميا وحرا ومستقرا نعتقد أن أي أيديولوجية استعلائية شريرة ومدمرة بطبيعتها احتفلت روسيا بالذكرى الثامنة والسبعين ليوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية في الصحة الحمراء بموسكو عدد من المدن الأخرى شارك في العرض أكثر من عشرة آلاف فرد ومائة وخمسون عشرون قطعة من المعدات العسكرية الحديثة والمركبات القديمة من عهد الحرب ولم يشارك سلاح الجو الروسي في العرض هذا العام نظرا للإجراءات المشددة بسبب الأزمة الأوكرانية كما حضر العرض في موسكو عدد من زعماء الدول الحليفة لروسيا منها بيلاروسيا وقرغستان وطاجكستان وأسباكستان وأرمينيا وكزاخستان موسيقى دعا رئيس الأوكراني فلاد مارزال ناسكي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تسليم ذخائر المدفعية لبلاده وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا بوندرلاين ندد زلنسكي بما وصفه بالقيود الأوروبية القاسية على صادرات الحبوب الأوكرانية وأضاف أن تلك القيود تعزز قدرات روسيا داعيا إلى ضرورة إلغائها سريعا والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا لكم ريهام ويوسف والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنفذ التامونية كما شدد المركز على توفر كافة السلع الأساسية بشكل طبعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعية موضحا أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب الأسعار هذا ويتوفر احتياطي الاستراتيجيا آمن من السلع الأساسية يكفي العدة أشهر مقبلة حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجية من السكر نحو أربعة أشهر ويصل الاحتياطي الاستراتيجية من الأرزة لنحو أربعة أشهر أكد وزير البترول لطرق الملة أن الاتحاد الأوروبية يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصرية وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في البلاد وجاء ذلك خلال استضافة سفارة السويد ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبية في دورتها الحالية ووفد الاتحاد الأوروبي فعالية تركز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر تحت عنوان نحو العمل معا من أجل طاقة مستدمة من جهته قال سفير سويد لدى مصر هوكن أمسجويد أن الطلب على طاقة مستدمة في أوروبا يتزايد ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لنجاحها في جب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال عام 2022 وتسلم رئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبا الجائزة خلال منطقة الاستثمار السنوية بالإمارات حيث أكد نجاح الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات تنفسية وسهولة الأعمال مما أدى إلى طفرة واضحة في جذبية السوق المصري ألقى وزير الزراعة سيد القصير كلمة في الجلسة الأساسية رفيعة المستوى لمؤتمر قمة المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن وأشار القصير إلى أن دولة قد تمنت برامج الابتكار وتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال السبط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهدات المناخية وأكد وزير الزراعة على دعم مبادرة الابتكار الزراعي داعيا جميع دول العالم للانضمام لها خاصة وأنها تتكمل مع مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام لدعم ملف الأمن الغذائي خاصة في دول النامية والاقتصادات الناشئة في أسواق البترولة العالمية تراجعت أسعار النفطة خلال التعملات لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجنستين السابقتين في ظل حضر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر إبريل مما سيلع دورا مهما في قرار مجلس الاحتياطية للتحدي القادم إزاء أسعار الفائدة وانخفض سعر خام برينتا بنسبة 75 من مئة بالمئة ليصل إلى 76.43 دولارا كما هبط خام غربي تكساس بنسبة 82 من مئة بالمئة مسجلا 72.56 دولارا وانخفضت أسعار المزوط عالميا بنسبة 82 من مئة بالمئة لتصل إلى 2.35 دولار للتر وفي المقابل صعدت أسعار الغزي الطبعية بنسبة 1.21 من مئة بالمئة لتسجل 2.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت شركة أرامكو السعودية تراجع أرباحها خلال الربع الأول في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بنسبة تصل إلى 19.25 من مئة بالمئة وأعلنت شركة السعودية العملاقة أنصاف أرباحها بلغ 31.87 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة ب39.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي وأرجعت شركة هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام قال وزير التقة الأماراتية سهيل المزروعي أن تخفضات الانتاج الطوعية الإضافية التي أقرها تحالف أوبيك بلس لدول المنتجة للنفط تهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط وكانت السعودية وأعضاء آخرون بتحالف أوبيك بلس قد أعلنوا في مطلع إبريل تخفضات إضافية للانتاج قدرها نحو 1.2 مليون برميل يوميا وأسهم الإعلان في ضفع أسعار النفط للارتفاع بشدة لكن تلك المكاسب تبدد بفعل قلق المستثمرين من حدوث تباطئ الاقتصادي عالمي انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وريام شكراً لك مرنا وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري شكراً على طيب المتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة